هذا البرنامج ساخر مع أن الواقع ما زال أشد سخرية لحد السماقة والبياخة والحياة توقفت لدرجة أن السخرية نفسه رقعت تدولي على العمل أي شخص بيفتح لقفه ولا بيقول كيني ولا ميني نقول له وش 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 ولا نخص أهلو 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 بيروس خبيني يا عماية إيش يا صميتة؟ إي يا سحس من زعالك؟ كل شوية كده تطلعنا بخطاب جلد التلفزيون من أصحابه الفنانين واعتزلوا من تحت رأسك شيرين وبطل شاكر وهاني شاكر إيش داها؟ ربنا يسر على هيفا ربنا يسر على هيفا وما بعد هيفا إيش قالوا زعلاننا من سكتش هزلي مسخر بسنينك لا 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 ما لهو مش حق بس بينه يوحا يا ضيه whirlو شو بنا بس انت كمان غلطان بصراحة غلطان غلطان اذا متزال من المزح والمسخرة تستهبل من اول الهيش ثورات في كل مكان ايوه انما سوغية لا مقاومة وسواغيل ومش عارف ايش ورايح تقاتل في أرياف سوغية والعراق لما ندمج حريص على السلم الأهلي والدولة اللبنانية ومعضل أم الحال والوضع الاقتصادي لهم لا أعرف كم سنة شفت كمية الاستهبال التي قاية منك عادي لا يا ساحس لا يا ساحس يا يمزحوا الناس كلهم يا بطل ضحك على الضغون يبقى للجميع حقا الضحف ومن حق يضحك عليك وبعدنا تعب حالك خطاب ورا غطاب وماسك الخط كله ماذا تكلم انت يكفي تأمين داخلي كده من الضحية لأصحابك مت هالموضوع إذا أنت بتطلع عشان تكلمهم مش ضروري مش ضروري كلما تقرح الكابتاقون تقوم تبريم العمامة وهاتو الكاميرا تنبلش نحكي أما غير أصحابك فمع ذحذي يسمعك خلاص من أيام سواويخنا سواويخنا ومدري شو مكنتنا إسرائيل وماء إسرائيل وسواويخ المقاومة وكنا نصدق السواويخ أما اليوم لا خلاص خلاص يا حبيبي كل شيكاً نكشفاً وباناً القدس نلعت قدس بتعز وحيفاء فاكل حيفاء وما بعد حيفاء آه 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 فهمنا فهمنا قصدك قصدك حيفاء وما بعد حيفاء تساوي حيفان يعني اثنين حياة فيه وبرده فين برضه بتعز طلع كله موجود عندنا هنا باليمن إلا حاجة واحدة إسرائيل كعر كعر قريح كذا طلقه بالقنوب يلاي ها هيكا بوزة المسدس وأوصل إسرائيل ما بتسترقي تعملها وبعدين يا حسن زميطة لما تقيت تكلم عن الرؤساء وتحدي من البدروم حقك من المنتخب ومش المنتخب يا أخي أخيال قليل الناس على الأقل معهم رؤساء كيف ما كانوا تعال تعال انت أقول لي كيف اختطرت لبنان وخلقتي بلا رئيس لليوم سنتين وبلا رئيس أسمع أسمع قم صلي على محمد وقاله وشد نفسين كذا كذلك وقل لحميد رزق وخبرته يروحوا يروحوا شارك 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 أما أبو صالح وقمعده فنصيحتي نصيحتي يسلموا أنفسهم للقياس الوطني ووجودين بينهم وممكن يلاقوهم بكرة بعده في أرحب عشان يرقعوا وعضيها على جريهم بل أما نوزع حلوانهم بشوارع الضحية كريبة فهمت شوء أصلي أمي؟ 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 وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وقل إسم الله إلى كوريا سنذهب إلى كوريا بها الدنيا عملت منيح وعملت أبيح مؤثر مؤثر يسعد لي أوقاتكم في مثال يقول الغريق يتعلق بقشة وهذا حال ميليشيا الحوثي والمخلوق خاصة الحوثيين مع هادرتها حسن صميطة قشنا نوب الكلمتين الخائبات حقه وهاتي استهبال وبوس للشاشات لقد قبلت شاشة التلفزيون هذه الليلة كازدان تقبيل رأس سيد حزن نصر الله أكثر من مرة بوسي الواوا ليك الواوا خلي الواوا يسح مالي كان بتبوسه لايب يوم ما كنت عنده ليش عادك قلس لما قده بالتلفزيون قمت هريت للشاشة بوس أنا مش زعلان إلا لأنك فوت فرصة العمر فوت فرصة على الواقع وقايت تحسن من خلف الشاشة ويا ما فرص ضيعتوها الله يخليكم لبعض بوس بوس إن شاء الله حتى تخلفوا عن بعد كمان وببناسبة القائد العروبي الوحيد ما فيش مشكلة عروبي عروبي ما دام ساب إسرائيل وقا يقاتل باليمن وسوية ويقدم عمليات انتحارية في دول خليق مبروك يا سيدي مبروك يا سيدي إدراك اسمك وطرحونك وبحزبك قائمة الإرهاب لا عروبي من قلبه بوس الشاشة الإرهاب لا بوس له اللي بيقدع ويقلب الطاولة على حزب الله في لبنان يتكل على الله يقلب الطاولة والله يا سحسة ماخفش عليك مش بس خلبوا الطاولة انت تفشغت يا سحس عودك على الله الطاولة كل في خبر كان وخلي الله المقال فحدا ينفعك بوس وما صحابنا كده 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 اللي يصدقهم يضيع يدهدهم بالواحد لما يقرح راسه وهات اللي بعده العربي بس يعطي هبة جوجيا بسحبه شوفت كيف العربي يعطوك 4 مليار وانت تسبوهم وتقاتلهم ورقعوا يبطلوا يقوموا الفلوس سيبك من العربي سيبك من العربي يا راكل خدك على العروبي وربنا يخلي لك بابا غنوك معو بياس كثير هذه الأيام بس والله والله ما تشوف خرز زي الناس إنما برضو خليك معه يمكن يترخرف وبعدين يكفيك يا راكل البوس هو البوس ببلاش قال لك 4 مليار ولا تزوى إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملتوا بحياتك أفضل شي عملتوا بحياتك أعظم شي عملتوا بحياتك بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن الله أكبر الله أكبر يا راكل ويقول لك المقالح يبوس الشاشة يا راكل دا إنت تتتتتتتتتتتتتتتتتك مش بس نباس ألقي الخطاب ومن قبل أرسلت أبو صالح وأبو مصطفى والمخربين حقاك ايوه 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 كذل عرغبي سيبك من العرب شكلك ندمان على سوء التفاهم مع اسرائيل روح روح ابريم الأمور معهم وهيكا نتنياهو حاجة حانونة وهي تفاهم هي تفاهم قولوا على ندمان وطلع شرف شي بتاريخي اننا دعمت الحوثي ودعمت قتل اليمنين وتفقير بيوتهم وتدمير أوطانهم وتحويلهم عبيد واكتشفت انكم مش اسرائيل الكخة قوي واكتشفت انه حايفان هناكا وحيتفاهم حيتفاهم وبها الدنيا عملت منيح وعملت ابيح ما فينا حدا معصوم مؤثر 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 حيتأثر نتنياهو على طول كده بس اضغط شوية اضغط شوية ايوه 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 لازم الاتراف يكون كلا فيه صدق شعوري مقنع ليش بتحملوا الناس مسؤولية نحنا شي عم نعملوا اذا في مجرم انا المجرم الحزب الله هو المجرم ايوه بس 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 كده كده عظما يا رجل اخنعتني انا بعض كده ولا نخص فاصل واصل الاجرام الحلقة اصمتوا معا مرحبا بكم مش عارف انا ايش الذنب اللي معا نحنا واللي سويناه عشان يطلع لنا الحوث اذا ايش من حظ يا ربي اخ 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 بلد جميل زي لبنان يرسل للعالم الفنانين والمطربين بلد فيروز وديع الصافي وهيفا ولسه لما يوصلنا عندنا ما يوصلش منه الا ابو مصطفى وابو صالح ابو صالح ابو صالح يا ابو مفتري ما فيش حتى ابو نانسي ابو طوني حاجة كده يعلم الناس تبولي فتوش ايش حقنا الدمور ده عملية خاصة بقلب الرياض ممكن عملية استشهادية نحنا احنا عملية استشهادية بتتلكون كيف اننا نعملها تكون شو هدفها ابدا عبوات ناسفة ومفخخات ونقوصوا وما نقوصوا ايش من حظ معانا ايش حتى الحراتي الحوثي اللي قد هم عايشين بالظاهر قنوبية ولا معاهم شي رطيف معاهم ابو مصطفى خلقة كريهة في وجوهم فين ما راحوا حتى لما راحوا قنيف يفاوضوا وهو في وجوهم والرطبة لغيرهم انما مين ابو مصطفى ذا؟ يعني من خلال خديط محمد خبو مصطفى شخصية لبنانية بيتم تجنيد اليمني في لبنان مسؤول عن اتحاد الاعلام؟ مسؤول مسؤول عن الملف اليمني السياسي والاعلامي بيتم اي تجنيد اي اعلامي وحبوقي وسياسي عبره ومعروف يعني عبره؟ معروف سير اسأل اي واحد دخل لبنان ضروري انه سار عشا والله غدا ومن سخافة هذا الشخص يقول له في اليمني ارخص واحد بوجبة فطوء اليوم الثاني قدوا معه للأسف للأسف هذا اليمني عذابا عذاب ومصطفى وانت ايش اخبار العمارة؟ ايش اخبارك؟ خلاص التشطيف ما علينا ما علينا الا والله علينا وقع لك من حق الشهداء ولا ماشي؟ لانه ما فيش أبراك من فلوس الشهداء ولا أكثر من فلوس الشهداء ميدان وخمسين مليون من هنا ونوص مليار من هنا ولو أثر الشهداء وأمهاتهم تطلع لهم دي ابتهج يا موت ابتهج يا موت ابتهج يا موت ابتهج يا موت وما علي كذا زي اللي طلعوها من الثلاغة شواي 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 هدئي هدئي روقي هي قصيدة مفروض من الزحارة ميبي؟ شهيد أمنيات العطرة وعطر عطر ايش؟ اسكت اسكت يا عطر ايش؟ عبر كازونوبا إلهي خرافيك انتي وهو بخارورة واحدة كده يا يقمعوا أمهات قتلاهم ويفقعهم بواحدة زي كده حشان ما يطالبوش يا يروحوا للآبا وهم مخزنين خدين يدقونهم برع بعدما لهم التبريكات وتحايا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي صورة لابنه يا قليل حياة صورة لابنه بعدما شليتها الأصل ومشمع شوكليت أبو بقرة ثلاثة من ريال ريال بإسم عيالهم وفي الأخير أبتهاك يا موت ومشمع شوكليت الله الله على ثورة يا أشخوا الله الله على مكابحة الفساد الله الله على تخفيض للقرعة لفلفتها في البداية صارقوا ونهب ومساطرات مقهود حربي والآن تلفلوا فيها مقهود هربي وتشتروا بها عماير وعقارات اللي بصنعها بصنعها واللي بيروت بيروت ما عرفتوش تغصروا ملابسكم غسيل أموال غسيل أموال مرة واحدة وأطر كازانوفا شغال قرعة دلأيام كشفك يا غطى يا أشخوا ابتهت يا موت 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 والحاج تقبله صورة الشهيط هاي ايش يعمل بالصورة لسهها لزيز ولا يمرق هالي العيال بعدما لهم التبريكات وتحايا السيد القائد عبد الملك كيفاني أن أصبود هدها العيال للناس افتتحتم في كل قرية مقبرة لشبابة عب عليكم عب عليكم ما عد فيش في القرى لأن نسوان والشايبات تضحكوا عليهم بقرطة شوكليت وصورة الشهيط بني حشيج وآنس والحي ما خلصات ها ودخلتم على المحويت ذحين تقرعوا رؤوس عيال الناس الطيبين هناك ختال حسيني وعيالكم في الخارج يا مخبين لهم يا في البدرومات ضمن زيارته لمحافظة المحويت المتزامرة مع اختتام ذكرى الشهيد التقى الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا بقيادة المحافظة والجانب الإشرافي لأنصار الله والقيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهات ويش رح تقول لهم في المحويت يا برميل الثورة السوداء ها اش رح تغرر بالناس هناك الناس لا عادي وصل لهم لا تلفزيون ولا خبر إلا من إداعتكم الخمس إداعة الكذب والدقل وزير الإعلام الشرعية مشغول بنقوة اش رح تكتب يا حمالي الحوثيك وقد أعلن البعض منهم الانسحاب الانسحابات متتابعة الإمارات انسحبت المناصب والملاك وطر انسحب وعاكدا سيستمر بإدر الله بينسحبوا يا برميل الثورة والكذب والدقلة بينسحبوا ها وبنفس يوم زيارتك وصلت أول دفعة للمحويت من المسحبين صفعة عشر منسحب بس بالتوابط شفتوا على انسحاب ايش عاد واحد يقول من فين نزيد نقيب سخرية من وسط كل هذه المهازل اللي نشوفه يا ناس أصحو يا عالم لفو عيالكم من الموت ومن قبلها لفو عقولكم من أمام آلة الدقل والزيف والضحك على الضغون ها 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 بالله عليكم اسمعوا دي النقطة من المسيرة حيث أعلن أبناء مدرية شعوبة في العاصمة صنعات شعوبهم مع دعوة قبائل مارب لتحرير المحافظة من دنس الغزاة والمرتزقة نعم شعوب تلبيني دا قبائل مارب هاي هاي يا ليلى يا قيش يا وطني يا مقاومة يلي قدكم بأرحب يا تحالف يا طيران يا بحرية أهربوا أهربوا شعوب بتقيلكم شعوب بكله مش شعب واحد ولا اثنين باتقصفكم بصواريخ يا قور وتقاتلكم بقلافة محلات التشليح هياوا ايش ولا ناقص كثرتهم بالهرارة وانت اليوم كذا ما لك كذا ولا ناقص ولا رنة ولا تلفون ولا أي حاجة خفي بك حاجة في حرارة ولا شيء لا ولا ولا بينه حاجة بس فين المتصلين وفين النازة وفين الشهيط طلع الشاس نجي نتصلبو نجي قلي تصلب أخي كل ما تصلبو مغلق مغلق دي حين كيف ردوا له خبر دعمم ايش؟ دعممم لا 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 ما دعممش أنا الرجال حملنا أمانا قلي تصلب أخي بس كله منك كله منك لو كان تكملت لك تعليمك فاتناك معك شاشة زي بقيات التلفونات نشوف الرقم ونتصل عليه قد رجعتم لأيام الحطب والبردقان والزوامل وانا تشتي مني شاشة تتصلبو طلع الشاس هيا وخر كذاك أفن وخر اوش ولا نغس نحيكم من حضرمات الخير ورحبكم في فقرة تردد حضرمي من برنامج شش ولا نغس أول قبر ما تتكلم عنه ويمكن سمعتوه قالوه الميليشيات اللي في صنعه رسلت صواريخ بغتبتدمر منشآت نفطية وجاءت قوات التحالف وردعتها المشكلة انه كل الفترة دي جالسين على اللحي حقهم انه هم ضد العدوان هم ضد الصداع الراس ازاي ده المشكلة انه الحقيقة شي ثاني والله خبطة اللي نحنا عايشين فيها ده يعني بالله انت المنشآت والمدن اللي كل شوي تقصفونها حق من هذي انت جاي باختصار تقصف منه خلنا نحنا نتكلم بصراحة شوي يا عيال طيب بعد ده كل اللي حصل انتو تسمون قوات التحالف عدوان مهوهود العدوان اللي جالسين تلقوا اللحي عليه هم اللي رد الصواريخ حقهم يعني الان ايش بتكتبون في الخبر محتاجين نعرف ايش بيكتبون الجماعة في الخبر دي نما باقوم من الحلقة دي اما ما نعرفها بيكتبون تعرف انت الجماعة لا خزنوا تطلع على خبار من حيات لا تعلم من كل مكان تطلع والمشكلة عادهم فرحن نفسهم احسن شي فيهم كلي فرحن نفسهم انهم ملجان شعبية وملجان شعبية على هامان يا فرعون عد حد فاهم شي في البلاد والله خبطة اللي نحنا عايشين فيها البلاد كلها عصيد عصيد المشكلة انك من تداري منه العدوان ومن اللي جاي يدافع على الشعب نكا مواطني ومنسمع الأخبار دي ما نداري نضحك نبكي نلقيك عن بلاد وفوق القصف ده كله والجماعة جاسين تولهم بنحنا عدم يجوبوا الناس من برع من لبنان او من دولة تانية يا أخي انت محصلة في لبنان اللي تجيب نحنا خبير حروب يا أخي يجيب نحنا شي من لبنان يفتح النفس شي يساعد نحنا على الحياة ليروح بالكم بعيد مثلا خبير صناعي خبير اقتصادي حتى خبير حمير يبوا موهو جالسين يكون شوي تجيبون نحنا حد المتخصص في الحروب عندنا واجدين منهم بعدين اي واحد يحب واحد يجيب له شي يفرح النفس موهو يجيب نحنا الوياهذة واخر شي بقولوا لهم عشان ينقلعون روح وانا رزقي على خالقي لا ماكفوك الأربعة لقلك عشرة ولا نخص موسيقى اشتركوا في القناة